رجعنا لكم بعض الفاصل تاني جميلة معانا النهاردة هي ومثلة مصرية من موليد اسكندرية بدأت حياتها الفنية وهي طفلة صغيرة عندها عشر سنين بتعشق الفن من وهي صغيرة في مرة كانت في مهرجان مع باباها وشافها واحد من مديلين إنتاج مسلسل العراف بطولة الفنان الكبير طبعا عادي الإمام وحسين فاهمي بس للأسف باباها توفى ساعة التصوير وفرصة عمرها راحت في المشاركة في المسلسل لكن بعدها بفترة صغيرة جت لها فرصة تانية وشاركت في مسلسل سلسالة دم الجزء الرابع شايماء حمدي أهلا بيكي من ورانا دي ابن ركاحة يوتي رابنا وليلي بقى أنت شاركتي في مسلسل سلسالة دم الجزء الرابع احكي لنا بقى أكثر عن دورك وجهز ازاي احكي لنا بصي أولا سلسالة دم هي مشاركة صغيرة جدا عملت مشهد مؤمار رضا كان مع سلسلها طبعا عادل عبلك كامل كان مدير الانتاج صد رضا عبدالصمت شافني وقال لي طيب تعملي دوري وكده مش عارفة ايه ممار رضا قطي طيب تمام ماشي وموافقة جدا وحبت جدا كنت دخل خجولة جدا خطاول تجريب عليك صوتي دوت يعني اللي جنبي ما يسمعنيش أستاذ عابلة بقى هي اللي شجعتني بصراحة يعني عادت تقولي لأ عالي صوتك أنا عايزكي كأنك في البيت بتشرشحي وبش عارفة ايه كده قدتني الجراءة يعني ودتني فالحمد لله يعني عملت المشهد بعد دي كده رح تقيت لي برافو عليكي وشاطرة وليكي مستقبل وان شاء الله شجعتني بس بقى بدلت المرحلة من كده بقى دخلت ورشة وش عارفة ايه ومسرح والحاجات دي طب احنا بقى عارفيني انك اساسا ببدايتك كت مسرح يعني انت انطلاقتك انطلاقة مسرحية صح؟ اه بعد المسلسل بعد المسلسل على طول صح احكي لنا بقى عن تجربتك مع المسرح وقولنا ايه الفرق بين المسرح والدراما؟ لا اوه فرق شاسع طبعا المسرح ده يعني حاجة جراءة انت واقف بتواجه جمهور بتاخد يعني اي حد ده كومنت تعليق بتاخده وانت واقف يعني ده حاجة تانية خالص بدايتك بقى كانت ازاي؟ بدايتك في الدراما كانت ازاي؟ او المسرح بدايتك في المسرح كانت ازاي؟ كنت واخده بطولة ام كنت طالعة ام وبطولة فزمائلي طبعا في المسرح كلهم شجعوني كنت اول مرة شوفهم واول مرة شوف مصرح واول مرة طلع على المسرح فكلهم عادوا يشجعوني مش عارفة ايه وانتي اللي احنا نسند عليكي وانتي البطلة وانتي وانتي المم اعملت الدور وعملتو حلو جدا الحمد لله شافني اصد مونير مقرة ممكن يشوف صورة المسرح؟ لا بس دي يعني اينا مع اصد محمد تاني مصرحية ليه طب كلمين عن المسرحية دي؟ بصي بقى مستاذ مونير مقرة شافني في مصرحية مجانين العيش دي اللي انا كنت طالعة فيها اول مصرحية ليه فقال لي بعدها على طول كلمني وقال لي تيجي مصرح نجم حالا اصد مونير مقرة اوكا دي اول تجربة؟ لا دي تاني تجربة ما قال لي تعالي مصرح نجم رحت عملت الدور كان دور ياسمين اسمه ياسمين عملت دور اصد محمد نجم قال لي خلاص انتي ظن مضيت في نفس اللحظة سافرنا مطروح عملنا ثلاث شهور كانت اخر مصرحية لصد محمد نجم كانت اسمها المصرحية الاوان طاجي الاوان طاجي ايه طيب كلمين بقى عن علاقتك بمحمد نجم وكمان انتي اعرف ان علاقتك وطيدة كمان مع عائلته او بس انا اقول لك انا لما رحت انا بس انا بنت بلد شوية انت اسكندرانية 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 بحب العشرة بش عارف ايه خلاص احنا اكلنا مع بعض خلاص احنا بقى صحابه حبائي فلما رحت المطروح قعدنا ثلاث شهور فبقى انا اسرة يعني انا كنت قعدة اصلا مع مدام حبيبة مدام حبيبة مرات محمد نجم استاذ محمد نجم كان جنبنا في الشاليه وشريف ابنه فخلاص بقى بينا عشرة نزلنا خلاص انا بقيت بنتهم نزلنا بقيت اروح لهم البيت بقيت مصرح نجم بقيت معهم في المصرح على طول عملنا بعديها السنة اللي فاتت ايهاب الكباب مصرحية برضو او مع شريف كان الله يرحمه ساز محمد نجم طبعا توفى كنا هنعمل السنة دي برضو مصرحية واسه محصاش المصيب بقى انت عملت جم مصرحية في حياتك عشرة يعني عشرة عشرة مصرحيات يعني سنتين طبعا انا كنت شايلة ثلاث مصرحيات في وقت واحد مصرحية اخدتها النهاردة بالليل انا يعني يوم السابت كنت على مصرح طب بتفرق ازاي بين الشخصية بوسي اهو انا في الحفظ الحمد الله بعرف احفظ لان انا بش بحفظ انا بفهم بفهم الشخصية بدايرة ازاي فخلاص انا صمتها وحفظتها فبمشي عالكراكتر بتاعها مجرد ما بدخل في المكان انا دخلت بالشخصية بش دخلت شايمة خالص فبعرف طبعا انا فرق ما بين دا وما بين دا وما بين دا طيب اخر حاجة انت عملتها كاتيانا جده في رمضان اللي فات كلمينا بقى عن التجربة ديت دورك كان مختلف خالص اه اه دور مختلف تماما كلمينا عنه كده وعن المعيشة كانت في المسلسل عاملة ازاي فرصة كانت تحفى بصراحة بالنسبالي ان انا اطلع من مصرح على دراما وانا عملت تلفزيون مشهد فكانت فرصة حلوة جدا كان استاذ عصام طنطوي المنتج هو اللي رشحني للدور ده كان دور تلاتين مشهد ااخدته وكان دور حلوة قوي كنت بنافس فيه جوه الدور صارة سلامة اللي هو انا وهي بنحب طارق صبري وكده وهي بقى بنت من حرة شعبية وانا بنت ايكلاس وبنت رجل اعمال وكده طبعا حصل مشاكل ودور تقص النص يعني بش النص كمان ده بقى تزع مشاهد من ثلاثين من ثلاثين مشهد انا ساعتها لما قالوا لي انا صدمت بس قطلهم تمام هعمله كأني بعمل ثلاثين مشهد وفعلا اخدت الدور وخلاص وكانوا حلوين جدا وستاس عايزت ايه كان ايهو طالع بابايا في المسائل السلم اخر سؤال اخر سؤال عشان الوقت مين أفضل ممثلة شابة شابة شايمة حمدي سكها في سكة طب قولينا لو في عمال قادمة؟ ليس اوه في حاجة كده بس ان شاء الله طب اخير الايام دي بإذن الله شامحة بنشكرك جدا وبنتمالك التوفيق ربي في اللي جاي وان شاء الله تبقي احسن فعلا ممثلة في مصر كلها أنا ببنا نخليك اشكرا نروح لفاصل ونرجع لك تاني